أول أخبارنا النهاردة كابتل خطيب بيستقبل الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم استقبل كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ظهر اليوم الشيخ حمد بن خليفة بن حمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم والوفد المرافق له وذلك بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ضم الوفد المرافق للشيخ حمد بن خليفة بن حمد الثاني كل من علي داود المدير التنفيذي لمكتب رئيس الاتحاد القطري ومشتاق الويلي مستشار رئيس الاتحاد القطري وجاسم السعيد مساعد رئيس الاتحاد ومحمد الفلاسي مساعد مدير مكتب رئيس الاتحاد القطري وذلك في حضور كل من المهندس هاني أبو ريدا عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة كابتن أستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة النادي الأهلي والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي حرس الكابتن محمود الخطيب على الترحيب برئيس الاتحاد والوفد المرافق له في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط ما بين النادي الأهلي والمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها وعقد كابتن محمود جلسة ودية مع الشيخ حمد بن خليفة تبادل خلالها الحديث عن الأهلي ومدى ارتباط رئيس الاتحاد القطري بالنادي وتشجيعه للنادي الأهلي منذ فترة طويلة استحب كابتن الخطيب الشيخ حمد بن خليفة والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة تضمنت دولاب البطولات التاريخي والنصب التسكاري للشهداء وصالة الأمير عبدالله الفيصل وملعب التتش بالجزيرة وقطاع كرة القدم كان الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم قد حرص على زيارة بعثة ناد الأهلي والاحتفاء بها في مقر إقامتها بالدوحة خلال بطولة كأس العالم للأندية في النسخة قبل الماضية التي نظمتها قطر وتوجى الأهلي خلالها بالميدالية البروزية وتكرر ذلك خلال مشاركة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي الأخيرة التي توجى النادي الأهلي بلقبها في الدوحة أيضا الكابت الخطيب بيهدي الشيخ حمد بن خليفة درع وقميص النادي الأهلي اشتركوا في القناة